يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار إلى قطاع الصحة لازلت قضية علاج الشاب بعد لان تصنعوا الحدث خاصة بعد أن تأخرت عمليته الجراحية نتيجة لعدم تسديد المبلغ من طرف السلطات الجزائرية للمستشفى الفرنسي المستقبلة لكن السلطات الجزائرية على لسان وزير الصحة أكدت أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالقضية رضي أبن هباجل لا تزال قضية الشاب عدلان تراوح مكانها فبالرغم من وصوله إلى الأراضي الفرنسية وخضوعه إلى الفحوصات الطبية التي على أساسها تجرى له العملية إلا أن هذه الأخيرة رفض المستشفى إخضاعه لها بحجة أن السلطات الجزائرية لم تحول المبلغ المالية بعد ما كان له انعكاس على نفسية عدلانه في وقت لا تزال عائلة عدلان تنتظر أي جديد تؤكد وزارة الصحة أن السلطات الجزائرية قد اتخذت الإجراءات اللازمة للتكفل بالقضية في أقرب الآجال عدلان وإن كان اليأس يمر به من حين إلى آخر إلا أن أمله في تحرك السلطات لإنقاذه لا زال قائما أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة